تختلف الأعراض من طفل إلى آخر وتختلف القدرات الدهنية من طفل إلى آخر وتختلف الإمكانيات السلوكية والمهارات الاجتماعية من طفل إلى آخر فلذلك حتى بعد تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بعض الأطفال يكون لديه الجزئين من الاضطراب بحيث يكون لديه فرط حركة وتشتت الانتباه بعض الأطفال يكون لديه فقط تشتت الانتباه فبناء على ذلك يكون قرار اتخاذ المدرسة له علاقة بالأعراض وله علاقة بقدرة الطفل على الآداء وأمر ثالث على ما تقدمه المدرسة فهناك بعض الأطفال بإمكانهم الاستمرار في المدارس العامة باستخدام الدواء فقط وفي أطفال مصابين بمجرد التدخل السلوكي وهناك أطفال بحاجة إلى مدارس خاصة وبرامج خاصة تعتمد اعتماد كلي وإشراف كامل من مربين ومدرسين وأطباء أيضا فالأمر يعتمد على عوامل عديدة تحدده كل طفل وكل ما لديه من إمكانيات والتدخلات العلاجية فكلما كانت التدخلات بشكل مبكر كلما كانت النتائج بإذن الله أفضل اشتركوا في القناة